اشتركوا في القناة في بداية حلقتنا اكيد مشاهدينا بنسلط الضوء على الحدث الاهم وهو اعصار ساندي وهذه الكارثة الطبيعية وتداعياتها على المستوى الاقتصادي وكيفية تلافي اي اضرار اخرى يمكن ان تمتد الى بقية دول العالم للحديث اكثر حول هذا الموضوع يسعدنا ان نستضيف الخبير الاقتصادي سامي صيدم وفي فقرتنا الثانية مشاهدينا سيكون معنا لسادة شرب الضوء الخبير في تقنية المعلومات والوسائط المتعددة لنلقي الضوء على تطبيق تقنيات المواقع الالكترونية في التسويق والدعاية لشركات والمؤسسات ومن بعد ذلك لنا وقفا مع موجز الاهم الاخبار المحلية واللي كما عموا ادراكم مع فقرة الصحف وكذلك الانترنت وفي اخر فقراتنا مشاهدينا ومتابعينا بنستضيف السيد عبدالله شهاب رئيس مجلس طلاب كلية التقنية العليا في الدبي للحديث حول فعاليات وانشطة النادي بالكلية منذ تأسيسه والمشاريع المستقبلية عفوا اما الآن اعزاء المشاهدين ننتقل الى اولى فقراتنا وضمن الفعاليات المقامة في الدولة خلنا نتابع هذا التقرير عن ورشة عمل في معهد التدريب والدراسات القضائية ومن ثم نعود الى زميلي ايمن واولى فقراتنا فلنتابع التقرير افتتح معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع وزارة العدل الامريكية مكتب النيابة العامة للتنمية والمساعدة والتدريب ورشة عمل الجرائم المالية لاعضاء السلطة القضائية والتي تقام تحت رعاية معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس ادارة المعهد وذلك بمقر المعهد في المدينة الجامعية بالشارقة والتي تستمر لمدة يومين ويحضرها عدد من اعضاء السلطة القضائية والقائمين على البرامج الاعلامية المختصة بالموضوع في وسائل الاعلام المختلفة وفي هذا السدد قال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية في كلمة الافتتاحية بأن الجريمة المالية تعد من الجرائم المرتبطة بعالم الاقتصاد باعتباره بيئة خاصة لظهور ونمو الجريمة فيه ولا شك بأن عالم الاقتصاد قد تطور بتطور الحضارة البشرية بدءا بالحضارة القديمة ومن ثم الحضارة في عصر النهضة الصناعية التي كثرت فيه الاختراعات الصناعية ثم وصلنا إلى عصر النهضة الحديثة حيث ثورة التكنولوجيا والفضائيات والحاسب الآلي واستخداماته وبالتالي ظهرت أنواع أخرى من الجرائم الاقتصادية التي لم تكن معروفة من قبل إذ صرنا نشاهد مجرمين من طراز آخر أفخم من ذوي الياقات البيضاء وأذكى من أعتى المجرمين الذين قرأنا عنهم أو صادفناهم في حياتنا العملية يا مرحبا وسهلا فيكم مشاهدين أما الآن لننتقل إلى الحدث الأهم في الآون الأخيرة وهي الأزمة المتفاقمة حيث ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن الخسائر المادية بسبب الإعصار الساندي أو كما تسمى العاصفة الوحش قد بلغت حسب التقييمات الأولية نحو عشرون مليار دولار وقطع التيار الكهربائي عما لا يقل عن ثمانية ملايين شخص في الولايات المتحدة الأمريكية الشرقية كما أعلن حاكم نيويورك عن إغلاق اثنين من أنفاق جزيرة منهات البرية الثلاثة خوفا من أن تغمرها المياه مما يزيد من شلل الحركة في نيويورك حيث توقفت بالفعل جميع وسائل النقل العام منذ الأحد المنصرم فحول تداعيات هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف معنا في الاستوديو الخبير الاقتصادي السيد سامي صيدم حياك الله معنا شو تخبرنا اليوم عن يعني يمكن برزت في الأولى الأخيرة موضوع إعصار ساندي بشكل عام شو هي تقريبا يعني الخسائر الاقتصادية اللي ضررت فيها الولايات المتحدة بسبب هذا الإعصار طبعا من نسبة للولايات المتحدة دائما بيمر عليها كذا يعني إعصار في السنة نعم في عصارات تكون مثلا من مستوى يعني مدمر لفترة سنة من التنظيف والإعادة لإعمار لكن طبعا دولة مثل الولايات المتحدة بيشمالها له شركات التأمين بتغطي موضم الخسائر المادية حتى لوصلتها إلى 20 مليار نعم الشيء الثاني أنه الأول مرة يمكن يمر الإعصار على منطقة نيويورك اللي هي عاصمة العالم الاقتصادية نعم التأثير يعني عالميا ما كان يعني كبير من ناحية الاقتصاد نعم إنه ما أثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام؟ لا ما أثر يعني كان مثلا من اللي هو السنامي اللي حدث في اليابان كان في هبوط شديد في السوق اليابانية بشكل يعني ملحوظ قوي جدا لكن بالنسبة للسوق الأمريكي هو أقفى الأمس واليوم لكن المتداولين خارج أمريكا أو في شيكاغو ممكن أنهم كانوا رفعوا السوق حتى بالداو جونز على دريفتفز السيف دي اللي هو التداول الاحتياطي يعني على الرغم أن وجود بحجم هذه الكارثة إلى أن الأسواق انتعشت اليوم وبدأت عمليات التداول بشكل عام في الأسواق من نسبة للمستثمرين أمس واليوم انتعشت الأسواق التي هو تداولها الخارجي على السوق الأمريكي نفسه نعم على الرغم من أن عاصفة تقريبا ساندي قامت بتدمير بعض البنى التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى متى ستتم عملية الإعمار؟ لا نستطيع أن نقول البنى التحتية في الولايات المتحدة كلها لا هي بس منطقة يعني اللي هي داون تاون أو محاولين في ولاية نيوجيرسي نعم مثلا عندك اللي هو الأنفاق اللي أنه ما ضم القطارات تحت الأرض فالشيء طبيعي أنه يملأها المياه لحد ما مثلا حطوا خطة أربع خمسة أيام ستة أيام بعملية التنظيف لكن يوجد ما بعد الإعصار حسب المراصد قالت أنه في انخفاض جوي بارد ممكن أنه يزيد الأمطار بشكل يوم يومين قوية جدا هذه تزود المشاكل نعم مركز التنبؤات الأساسي ومركز الأرصاد الجوية تقريبا اللي موجود مركزه في ميامي عبر نشرات الإخبارية عبر شاشات التلفزة يقول بأن هناك حجم كارثة كبير جدا وأيضا الرئيس الأمريكي باراك أوباما أيضا قام بالتحذير بشكل عام بأن أمريكا تواجه كارثة عظمى أو كبرى بشكل أصحيح والله يمكن هو حب يكبر الموضوع عشان يعني أنه يطلع هو كسوبرمان وصلح كل الأمور في خلال الفترة ما قبل الانتخابات لكن الكارثة ما أعتقد أنها كارثة يعني تؤثر في اقتصاديات العالمية كارثة موضوعية تزاد بمجرد تدخل شركات التأمين ودفع التعويضات على رغم من أن بعض شركات التأمين اسمح لي المقاطعة سيد سامي بعض شركات التأمين لم تؤمن جميع الشركات يعني هناك خبر منذ فترة تم تداوله بأن معظم شركات التأمين لم تؤمن بعض الشركات والمؤسسات على صعيد الولايات المتحدة ككل ومنها مصانع قد تضررت بسبب هذا الإعصار طبعا الدولة موجودة لحماية هذه المصانع إذا كانت هي مصانع رئيسية يعني دائما في خطة بالذات المنطقة الاتصادية للولايات المتحدة دائما بتكون هي الأولوية في لها الأولوية في عملية النقاذها وإعادة إعمارها وأشياء كثيرة يعني ممكن أنها تعود الحياة خلال شهر زمان تعود كامل يعني إذا نشوف الصور الموجودة في نيويورك الناس بتمشي عادي والكهرباء موجودة في مناطق كثيرة في المنطقة الاقتصادية بالذات طبعا في باك أب لكل السيلبرات الموجودة في منطقة المالية فما في خوف يعني يذكر بس مجرد وقت في عملية شيء للأنقاذ وإعادة التنظيف نعم سيد سامي هناك يعني معلومات تقول بأن مطارات نيويورك ونيوجيرسي عادت إلى حركة الملاحة الجوية اليوم بعد إلغاء ثمانية عشر ألف رحلة خلال الفترة الماضية كيف جاء تأثير حركة الطيران على الاقتصاد الأمريكي بشكل عام وهل تعتقد باعتقادك الشخصي بأن هذه الأزمة امتدت إلى بعض دول الجوار ما أعتقد أنها ستكون كبيرة جدا يعني هي اللي صار خلال ثلاثة أيام أو أربع أيام طبعا مطار نيويورك معروف يعني كل دقيقة أو دقيقتين طائرة نازلة وطائرة طالعة فالشيء طبيعي أنه العدد الهائي الذي ذكرته لكن معظم الرحلات الداخلية شيء طبيعي أنه ممكن تتوقف ممكن تستخدم السيارات أو وسائل النقل الأخرى لكن الرحلات الدولية يعني اللي ما عنده مثلا إمكانية أنه يخلص الصفقات مثلا في الفترة هذه ممكن أتجلها فما في أعتقد أنه هذك الخسار الكبرى اللي ممكن نذكره لكن حتطلع أرقام محصايات طبيعية طبعا لأن حجم الاقتصاد الأمريكي ضخم جدا فإذا طلعت أرقام ضخمة هذا شيء طبيعي نعم هل تعتقد بأن الدول التي تمر بهذه الكوارث الاقتصادية الكوارث عفواً الطبيعية هل لها وزنها أن تحمل عثراتها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة؟ طبعا الدولة مثل الولايات المتحدة بيكون شيء طيب يعني عادي بيمر وما بيصير فيه مشاكل مثل أعصار كاترينة تم يعني تلاشي التابعات بفترة أقل من سنة نعم فأعصار مثل هذا سيتم برضو نفس العمل لكن إذا حدث في منطقة أخرى في العالم ممكن نقول أنه أوكي ممكن يصير مشاكل له تابعات نعم لنتحدث قليلا حول أعداد الوفيات تقريبا حيث أحصى أو بآخر إحصائية أظهرت بأنه قتل 101 تقريبا هذا الإعصار هل هناك يعني تقديريا حجم الخسائر البشرية بالنسبة للخسائر الاقتصادية والخسائر أيضا في البناء التحتية بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية هل هناك وجهة مقارنة تقريبا؟ ممكن نقول مثلا بعد ثلاثة أيام أربع أيام ممكن تظهر دبل الأرقام هذه لكن بيبقى أنه الناس دولة أو العالم المتحضر الموجود في المنطقة الأمريكية بعد خطط للموضع هذه المسبقة نعم فمحتمل مثلا أن يكون فيه أضرار معينة وفيه تلافي وفيه حلول وفيه تعويضات يعني جاهزة نعم هناك بعض الدول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة كانت سباقة بالدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال الوفود وعمليات الإنقاذ وكذلك المشاركة في عمليات دفع بعض المبالغ لمساعدة الشعب الأمريكي في الابتعاد عن هذه المحنة هل هناك لديكم مثلا معلومات عن بعض الدول الأخرى قد تقدمت في عمليات الإنقاذ هذه والله لا يوجد لديه معلومات لكن أعتقد أنه كل بلد يعني مهتم برعاية أولا وأخيرا والطلبة للموجودين في المنطقة هذه بالذات النيوجيرسي لكن أعتقد أنه وسائل التحذير من أسبوع أو أسبوعين بوجود الأسار هذا مكنهم من الخروج خارج المنطقة المنكوبة نعم يعني أعتقد أنه أيضا بالرجوع إلى الأسواق المالية تقريبا نحن نعلم بأن الدولار هو ما يعم دول العالم بشكل عام والتعاملات خاصة البنكية وبالأسواق المالية العالمية أيضا الولايات المتحدة الأمريكية هل أثرت في الأسواق وخاصة في دولة الإمارات هل قامت بالتأثير على أسواق دولة الإمارات خاصة وجود بعض الشركات الأمريكية من ضمن سوق دبي وأسواق أبوظبي والله أنا أقول لك صراحة تضحك من الموضوع أنه قبل ما يجي العصار كان السوق نازل بعد ما دخل الإعصار الضرب الأمريكية لا حظنا اليوم انتعاش في أسواق الأمريكية والدولار حتى بدأ يرتفع نعم وهل لا حظ هل هناك سبب في هذه العملية المعاكسة للاتجاه يعني من المفترض أن يؤثر الإعصار على الأسواق المالية وهبوط الدولار وهبوط كذلك الأسواق المالية بشكل عام وخاصة في بداية افتتاحها خلال نهار هذا اليوم يعني فوجأ الجميع بهذا الموضوع هذا شيء طبيعي لأنه فيه ثقة في الاقتصاد الأمريكي كبيرة جدا يعني حتى الدول العالم مثل الصين واليابان بيستثمر في السندات الأمريكية نعم فغياب السوق الأمريكي لفترة أمس واليوم يعني فرص استياد فرص للمتداولين والمستثمرين في العالم أنه يختار السوق من قاعه وهذا سبب الارتفاعات في آسيا يعني السوق المستثمرين في آسيا في أوروبا صباقين لشراء الأسهم من قيعانا على الرغم من يعني عندهم ثقة لا عندهم ثقة أنه حترجع أفضل من الأول نعم أليس هناك يعني مثل ما يقولون في لغة الأسواق المالية حز لكسر لحاجز الثقة تقريبا لدى المستثمرين لا أعتقد يعني لأنه معظم اقتصاد العالم مبني على الاقتصاد الأمريكي يعني باعتبار كما ذكرتم أن هناك شركات قوية ذات ثقة في الأسواق العالمية بشكل عام مما ساند أيضا ارتفاع الدولار لهذا اليوم تقريبا هي صياد فرص من معظم البنوك والشركات اللي في العالم استياد الفرص بالأوقات هذه لأنه عارفين أنه بعد ما يبدأ عملية الإصلاحات نتيجة التبعات هذا الإحصار سيصدر هجوم على السوق وارتفاع شديد فهم ما سبقوهم بشراءه من الأسفل شراء السندات المالية بشكل عام يعني الأسهم حتى يعني حتى الأسواق العربية ممكن تلاقيها حتى تستمر شوية بالارتفاع نعم لأيام الجاية سيد سامي تعتقد بأن هناك فرصة لبعض الأسواق المالية التي تستخدم اليورو للدخول في معترك الأسواق المالية إلى جانب الدولار أنت تعلم المنافسة الشديدة بين اليورو والدولار أليس هناك ثغرات لهذا الموضوع بدخول بعض المستثمرين لاستخدام اليورو بدلا من الدولار والله اليورو ما زال الثقة مهزوزة فيه يعني حتى ارتفاعات اليوم اللي صارتوا أمس يعني فيه مجال أنه لسه يهبط أكثر نعم مقابل أنه ارتفع الدولار يعني سبب أنه ارتفع الدولار يعني الإقبال على الدولار أكثر من الإقبال على اليورو سيكون في الفترة القادمة بالذات بعد يعني تلاشي هذا الإعصار نعم بالنسبة للدول المعارضة للكوارث بشكل عام هل تعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة بنفسها أن يعني تذهب بنفسها إلى منحنا آخر مما يعتقده العالم بأن تنعش نفسها من جديد بعد هذا الإعصار الغير متوقع أنا تكلمت صابقا أنه يعني هو مثل صحابة صيف وحتمر بسرعة يعني يعني ما حاجة ما يعني يعني هو ما تأثر في عز الإعصار